يقول حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن محمد بن عمرن الهاشمي عن زينبا بنت علي صلوات الله عليهم عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليهما وآلهما قالت نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي فقال هذا في الجنة وإن من شيعته قوما يعلمون الإسلام ثم يرفضونه لهم نبز يسمون الرافضة من لقيهم فليقتلهم فإنهم مشركون هذا الحديث المكذوب الموضوع حكم بعض الكهنة البكرية بصحته ففي التعليق قال محقق مسند أبي يعلى ألا وهو حسين سليم أسد هذا الشيخ السلفي الذي لما هلك نعاه شيخهم أبو إسحاق الحويني لا بد أنكم قد سمعتم به مشهور في مصر وخارج مصر أيضا نعاه بقوله أو بوصفه له بأنه شيخنا العلامة هذا حسين سليم أسد هو الذي حقق مسند أبي يعلى فكتب هنا عند هذا الحديث قال إسناده صحيحا وأنا أقول إن هذا الأخرق قد توهم فإسناده حتى عندهم ليس بصحيح من أين نشأت وهمه من أنه ظن بن إدريس الوارد في سند هذا الحديث ظنه عبد الله بن إدريس الأودي الذي يقول فيه ابن حجر العسقلاني ثقة فقيه عابد ويقول ابن حبان كان ينصر السنة ويذب على ورع شديد وإتقان وضبط فحينئذ إذا هذا الرجل هذا محله من الوثاقة والجلالة وكل من في السند كذلك ثقات يكون الحديث صحيح السند لكن الحقيقة أنه ليس ابن إدريس وإنما أبو إدريس الواقع فقط في مسند أبي يعلى تصحيف لم ينتبه إليه هذا المغفل شيخهم العلامة هذا ما نبه عليه ابن عساكر في تاريخ دمشق في المجلد التاسع والستين الصفحة مئة وخمس وسبعين قال ابن عساكر كذا قال وإنما هو أبو إدريس وهو تليد ابن سليمان تليد ابن سليمان هذا هو المحاربي الذي يقول فيه الحاكم رديء المذهب منكر الحديث روى عن أبي الجحاف أحاديث موضوعه كذبه جماعة من العلماء إذن الواقع في السند ليس ابن إدريس وإنما أبو إدريس تليد ابن سليمان المحاربي هذا ضعيف منكر الحديث عندهم فالسند ضعيف نعلمهم نعلمهم حتى بما لديهم شيخ وعلامة ومحقق حقق كتبا لا يلتفت إلى هذا الحديث ونظائره في الكتب الأخرى حتى ينتبهن فيه تصحيفا وقد نبهوا على ذلك نبه عليه ابن عساكر وغيره لا يلتفت ربما ينزعهم إلى التصحيح تنزعهم هذه النزعة النزعة العداء للرافضة هذا حديث يبيح قتل الرافضة فبن الطبيعي جدا أن نجدهم يرتاحون له وينبسطون ويسرعون إلى تصحيحه نعم هناك منهم من أنكره وضاعفه لا ننكر ذلك نحن قوم منصفون لكننا نتكلم بهذا المثال الذي بين أيدينا